تعالى اقول لك موقف المصابين في النادي الاهلي قبل اياب نصف نهاية دول الابطال وايضا ان شاء الله المباراة النهاية تعالى نشوف امام عشور باجهز خلاص المشاركة في المرام بعد ثلاث ايام من الان وهيكون متاح للتواجد في مباراة مازينبي بعد تخلصه من تدعيات اصابة الكتب والقراء الان في يد مارسي القرار المدير الفني كولر بيميل لعدم ضمه لقائمة لقاء مازينبي ومنحه الفرصة اكبر للتجهيز بشكل اكبر في المباراة اللي جاية بالنسبة لمحمد الشناء وجاهز بالنسبة 95% للعودة والمشاركة في تدريبات مباراة الاهلي بعد تخلصه من تدعيات اصابة الكتب وممكن يتواجد في مران الاهلي قبل مباراة مازينبي اللي جاية بايام نصف نهاية دول الابطال لكن مارسي الكولر مش هيغامل به وهيبدأ في قاعدته للمباراة بعد مواجهة مازينبي أليو ديانج اللعب هيكون جاهز للمشاركة في تدريبات الاهلي بعد عشر ايام من الان واقترب من التخلص من تدعيات العملية الجرحية اللي اجرىها في غدروف الرجبة وهيجري حالينا المرحلة الاخيرة من برنامجه التاهدي بالنسبة لي ياسر ابراهيم بيتعافى بشكل كبير من شد العضلة الخلفية اللي بعده عن مباراة الفريق في الفترة اللي فاتت وهيكون جاهز المشاركة في المران الجماعة والمباراة بعد خمس ايام من الان بالنسبة لحسين الشحات بقى جاهز المشاركة في مران الاهلي الجماعي بشكل كامل بعد تعافيه من تدريبات الاصابة اللي اتعرض لها في الوجه خلال الفترة الماضية ايضا مران عطايا شارك في مران الاهلي الجماعي خلال الايام الاخيرة وبقى متاح امام مرس الكورة للتواجد في مباراة مازينبي اللي جاية وكورة برضو بيعمل لعودته بعد المباراة حتى يستعيد كامل جهزيته دون موقف المصابين في النادي الاهلي